عبر المجلس العالمي للكنائس عن حزنه واستيائه يزاء قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا الشهير عالميا إلى مسجد الأمين العام للمجلس وكالة يوان ساوكا قال إن متحف آيا صوفيا كان مكانا للانفتاح والتلاقي والوحي للناس من جميع الأمم والديانات وقد شكل دليلا على تمسك تركيا بالعلمنة ورغبتها بترك نزاعات الموضوع